لسنوات كان يمثلان جناحين متصارعين في عهد الرئيس شيراك لكن خفاية التنافس السياسي بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الأسبق دومينيك دوفيلبان تنتقل هذه المرأة للعلن إذ ستنظر محكمة فيما يسمى بقضية كليستريم يقف فيها دوفيلبان متهما بالتواطئ في التلاعب بالتزويد قائمة إسماء تشمل السياسيين على رأسهم الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي استفادوا من عملات في عملية بيع أسلحة لتايوان إذ اتهم ساركوزي عن ذاك جهات داخل الحكومة عندما كان دوفيلبان وزيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء في محاولة للإساءة إلى سمعته ووضع عقبات أمام طموحاته في الوصول إلى قصر الإليزي إلا أن دوفيلبان تمسك بنفيه لوجود أي دور له في القضية دومينيك دوفيلبان يستعد للمحاكمة بهدوء تام سيعيد ما قاله من قبل ويمكن تلخيصه في أنه غير مسؤول عم التهم لذا فإن المحاكمة استقطبت اهتماما لا نظير له في فرنسا إذ سيمتل أمامها شهود يمثلون تدخل السياسة بمجال الأعمال ودور أصحاب النفوذ وهي من شأنها أن تسلط الضوء على الأخلاقيات السياسية للطبقة الحاكمة في فرنسا يمكن تلخيص القصة في المنافسة بين الرجلين السياسة ووراء تفاصيلها التي يستعصي على العامة فهمها يكمن الصراع السياسي بين ساركوزي ودوفيلبان والسؤال هو من سيفوز بالمعركة لا شك أن ساركوزي فاز بالمعركة السياسية عندما توج رئيسا لفرنسا وإذا أدين دوفيلبان بالتواطع في اتهام كاذب فإن انتصار ساركوزي سيكون كاسحا في حين وجه دوفيلبان عقوبة السجن بخمس سنوات وغرامة مالية كامل سوعد بي بي سي